شو بيكون شوارك لما بتسمع عبارات من أقرب الناس إليك أنت خزلتينها نكست راسنا نكست راس العيلي وإنت تعطب رخيني للوطن شو الرد على هذه التعبيرات؟ التعبيرات دي تعرضت ليها طبعاً لو حتى ما تقالتش النظرات بتبقى بتحمل في محواها يعني ما أنا بقول من ناحيتين سواء تقالت أو ما تقالتش اللي قال قالها بشكل مباشر واللي ما قالهاش حتى وصلها بشكل وجهه وهو بينظر إلي كأن أنا عملت الجرم الذي لا يختفر عايز أقول لحضرتك على حاجة وأقول لكل الناس اللي بيشاهدونا النهاردة أن المسيح أما بييجي يلمس القلب وينور العين ويفتح جوه الإنسان ينبيع عمره حياته ما شفها ينبيع روحية يقدر يتواصل فيها مع الله بشكل شخصي بيحصل إن الإنسان بيدي له قوة إن هو ما بيقدرش إن هو يغمض عينه عن هذا الإعلان الإلهي ويرجع إلى حياته مهما كلفه الأمر